أحسن الله إليكم يقول السائل والدي يعمل أمور محرمة في الشرع وقمت بنصحه ولكن لا فائدة وإذا أيضا قمت بنصيحة غضب علي وهو الآن لا يكلمني ولي قرابة ثلاثة أشهر ونحن في خصام وهو لا يكلمني لأنني حاولت أن أحاوره ولم يسمع مني أنت أديت الواجب جزاك الله خيرا ونصحته وهذا من حقه عليك وأما هو يجب عليها أن يقبل النصيح ولا تأخذه العزة بالإثم وإذا هجرك فالإثم عليه هو أنت ليس عليك إثم في هذا لأنك لم تخطي في حقه نعم